الاهلاوية وبروبي يقولو لك دلوقتي ان هلند مايلزمناش لان عندنا وسام ابو علي الفيديو ده كله هتكلم فيه عن مهاجم النادي الاهلي يعني ايرلنج ابو علي هلند ابو علي مفيش بعد كده الراجل بيجي في نص سيزن بيبقى هدف النادي الاهلي وكمان يعني على بعد هدفين ويبقى هدف الدوري طيب ايه المميزات اللي بتميز وسام ابو علي يعني المهاجمين اللي كانوا موجودين في الاهلي قبل كده وايه كمان المميزات اللي بتميز وسام ابو علي او بتفرقوا عن المهاجمين اللي موجودين في الكورة المصرية حاليا خلينا بس قبل ما اتكلم في المقارنة دي اقولك ان ده شغل لجنة تخطيط وده شغل لناس بتحط عينها عالصفقات صح وده شغل لناس فهمنا كورة ان يكون عندك مهاجم بكوالتي وسام ابو علي يعني خطير مزعج قوي سريع يعني هدر كويس رجل شويت بيفرق معاك جيب لك اتناشر جول بيعمل مساهمات في الماتشات المقفولة يعني ماتش بيرمز ده ما كانش فيه غير لابت وسام ابو علي خلصها لك الماتش التاني بجول ماتش المصري علي مهر قفل عليك قفل لسواد وسام ابو علي بيلعب وبيجيب لك الجول وبيجيب لك التلات نقط يعني بكل صراحة بكل امانة مهاجم بكل ما تحملوك كلمة من معنى هي دي مواصفات الفورورد او التارجت مان القوي المهاجم التقيل المهاجم المفروض يبقى موجود في الفرقة الكبيرة زي النادي الاهلي زي نادي الزمالك المهاجم لازم يكون على سنجة عشرة لازم المهاجم الكرة دي له يخلصها طبعا الاهلوية يقول لك الله يرحم ايام مودست الله لا يعيدها وكهربا لما كان بلعب في المكان ده مين اللي اخترع له اصلا البوزيشن ده فخلينا اقول لك ان وسام ابو علي رفع سقف الطاقعات والطموحات عند كل الاهلوية ليه لسبب او بسبب الكلام الكتير اللي انا قلته وفصلته عن وسام ابو علي طيب ايه اللي بيمهزه سام ابو علي قلت على فكرة في نص كلامي ان هو قوي سريع هدر يعني هجام مهاجم هجام ودي نقطة مهمة جدا ده اللي بيفرق عن المهاجمين بتوع النادي الاهلي اللي كانوا موجودين النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي كان ناقم على وجودهم طيب ايه اللي بيفرقه عن مهاجمين الدوري يعني انا لما تسألت قبل كده مين افضل مهاجم في الدوري مهاجم نادي بيرامدز ليه الودة خطير الودة اصلا لستارت بتاعه جامد طب ايه اللي افرق وسام ابو علي عن ميلي اللي افرق وسام ابو علي عن ميلي هنتكلم في جزئية الارقام شوية ميلي لاعب السيزن كله مع نادي بيرامدز لكن لو بصيت على وسام ابو علي معدل ارقامه او معدل مشاركاته اقل من ميلي فده يفرقه كون انك بتلعب عدد مباريات اقل وبتجيب عدد اهداف مقارب او عدد اهداف مشابه لهدف الدوري تبقى انت الكواليتي بتاعك يفرق عنه بس عايز بس يعني ان نحط خمس تلاف خط تحت اللي انا هقولولك بقى ده دلوقتي اللي هو ايه اللي هو بلاش نحكم على وسام ابو علي بسرعة لان هيجي عليه وقت يضيع هيجي عليه وقت هيبقى قوت هيجي عليه وقت مش هيبقى في التوب فورم بتاعه هيجي عليه وقت ممكن يضيع اهداف واهداف محققة والشبكة فاضية طيب ايه المفروض الاهلوية يعملوا ايه الاهلوية يفرحوا بوسام ابو علي المواجم ده جمد اوي بعيد كلامي وبعيد وزيد مواجم جمد اوي معدلاته التهدفية ايه اللي بتقول وكمان هندخل في منافسة مع رونالدو رقمية كده انه معدل اهدافه او تسجيل اهدافه في الدوريات العربية او في المشاركات العربية جولين لكل ماتش يعني وسام ابو علي تخطى كريستيان ورونالدو لو نتكلم في الرقم يعني في الشيال اللي لعبه موسام ابو علي لكن على كل الفيديو ده باشا انا بقولك فيه ان النادي الاهلي بكل امانة محظوظ ليه بقى لانه لقى ضلته في وسام ابو علي كلام ده انا قلته في فيديو قبل كده وهكرره لك تاني ان وسام ابو علي لو كان موجود في النادي الاهلي في كاس العالم الاندية اللي فاتت كان النادي الاهلي لعب نهائي كان النادي الاهلي لعب نهائي اه كان لعب نهائي اجد عن الولا بيخلص من ربع كورة من نص كورة يعني كورة بيرامدز قلت لك في اول الفيديو الماتش مقفول وكورة اصلا يعني ما تجيش يدوك لمسة يعني نغز الكورة كده قال لها روحي فراحت طيب ماتش المصري علي مارم افل افلا سواد وعمل زونه وما حدش بيروح يعني وسام ابو علي يسيب لك الماتش يقول لك لا عدي لي الكورة معلم وانو حطها بهدي في الجول ايه المشكلة فكرني بفلافيو في الجول ده لكن في نهاية الفيديو النادي الاهلي محظوظ بوجوده وسام ابو علي مش عايز جمهور النادي الاهلي يعلي ويرفع سقف طموحاته وسقف طاقاته بشأن وسام ابو علي اكتر من كده هو هيجيب وخدها مني ان وسام ابو علي ممكن ينهي الدوري السيزون ده هدف الدوري لكن انا مش عايز ييجي وقت على وسام ابو علي يبقى وتقف فورم خارج الفورمة مش محظوظ مش ماشية معاه والجمهور ييجي هاجمه المفروض جمهور النادي الاهلي يبقى واعي في الحتة دي ده كان كل كلامي عن وسام ابو علي وحقيقة حقيقة النادي الاهلي كسب وسام ابو علي